من المعروف أن الأرض تدور حول نفسها من الغرب إلى الشرق وهذا ما ينتج عنه تغيير اليوم من الليل إلى النهار ومن النهار إلى الليل وينتج عن دوران الأرض بذات الشكل الفصول الأربعة وغيرها من الظوار الفلكية والبيولوجية في هذا الكون وعلى هذه الكرة الأرضية كل شيء يسير ضمن نظام معين ودقيق بفضل الله عز وجل وبقدرته وبحكمته يتسير الحياة والطبيعة وفقا لنظام محكم ومتوازن انتشر خبر منذ فترة قريبة وعوى توقف لب الأرض عن الحركة وتوقع العلماء ينتج عن ذلك انعكاس دوران الأرض في الحقيقة تغيير اتجاه دوران الأرض بشكل مفاجئ ودون أي سبب يعتبر أمر غير مرجح وإنما غالبا إن حاصر تغيير اتجاه دوران الأرض التغيير سيبون بشكل بطي وتدريجي وعلى مدى الزمن الطويل لأن الأرض تدور باتجاه معين بسبب عدة تعوامل ولكن لنفطرد مع مرور الزمن انعكاس دوران الأرض وهو المتوقع أن يحصل والتغيير الأول الذي سيحصل هو طلوع الشمس من الغرب وغروبها من الشرق وكما قلنا لدى كلم قبل قليل أن الأرض تسير وفق النظام معين وعندما ينعكس دوران الأرض ويصبح هناك خلال في النظام من المتوقع أن يصبح هناك تغيير عكسي للمناطق الطبيعية والمناطق الصحراوية والمناطق الباردة والمناطق الحارة بمعنى أن الغابة والمناطق التي تحتوي على أشجار ستتحول إلى الصحاري والصحاري ستتحول إلى غابة أشجار ومناطق طبيعية ولكن هذه التغييرات من تحصل مباشرة وإنما تستغرق مدة من الزمن وأيضا الدول والمناطق الحارة ستتحول إلى مناطق شديدة للبرودة والعاكس أيضا المناطق الباردة ستتحول إلى مناطق دافئة وحارة وأيضا لن ننسى التغييرات التي ستطرق على الكائنات الحية كالحيوانات والنباتات التي تعيش في الصيف أو في الشتاء وفقا لمناطق ملائم مع حياتها مما يجعلها تتلاءم معادل بيئة وتعيش فيها فالعكاس دوران الأرض سينتج عنه تغيير كامل للظروف المناخية ومما يؤدي إلى موت النباتات والأشجار لأنها غير قادرة على النمو في آتي الأجواء وأيضا تغيير الظروف المناخية سيؤثر على الحيوانات ومما يؤدي إلى موت ألاف ملايين الأصنف من الحيوانات واحتمال انقراض نسبة كبيرة منها ولا يفق إلا القليل منها سيواجر إلى مناطق مناسبة له إن باقي على قيد الحياة وأيضا ستلاحظ اختفاء بعض الشواطئ وجفافها وسنلاحظ أن بعض الأراضي الأخرى تحولت إلى شواطئ ويعود ذلك بسبب انعكاس زوران الأرض التي نتج عنه انعكاس حركة المدو الجزر أما بالنسبة لوسائل الناقل البحرية والجوية ستنعدل تماما بأنه لن يتواجد أي طائرة تطير ونسفين تسير في البحر بسبب الصروف الجوية القاسية وتغيرات في درجات الحرارة والرطوبة وتغيرات في الرياح فعنا ستتوقف حركة الناقل بالكامل أما الآن مع كل هذه الظواهر يا ألترى ماذا سيحصل لهذا الإنسان المسكين مع هذه الكوارث؟ لا تقلق لأنك لن تكون على قيد الحياة لأن كل الأشياء التي تكلمنا عنها قبل قليل تعتبر شيء لا يذكر مقابل ما سنتكلم عن ألان كما كنا نتكلم قبل قليل أن المناطق الباردة ستتحول إلى مناطق حرة فعنان ماذا سيحصل؟ سيؤدي ذلك إلى ثوبان جنيدة القطب الجنوبي والقطب الشمالي ومما يؤدي إلى ارتفاع مستوى صصح البحر بشكل كبير ويؤدي ذلك إلى فيضانات خطيرة وكل المخلوقات على وجه الهبسة ستغوروا أنبياء وتغرق ولا يبقى أي مخلوق عليها فإن كنت خائف وقلق ماذا سيحصل؟ إن انعكس دوران الأرض أتغرق بعد الآن لأنك لن تكون على قيد الحياة ولم ترى كل هذه الصواعير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر